موسيقى قاركت من السودان تقلت إلى تشات نعم قنبت في تشات كنت في فترة تقريباً سبع شهور هناك أيضاً ودي أصعب من السودان أيضاً بعد خروج من السودان طبعاً ذهبت إلى تاريخ تشات بالتينة من تشات تسمى النيجر وطبعاً الحدود بين تشات والنيجر أيضاً هناك إصابات من تشات ذهبت إلى ليبيا يعني في ليبيا لأخينا الإحانة تضرب بالشديد بالزاعة إحانة كده ما حتوصف يعني كانوا ما يحددون يقضي مننا تلفوناتنا نمشي نقضي منها يقضي مننا فلوسنا الحكومة ليبيا لا تستطيع التواجههم يعني كنا نحرب منهم يعني نحن الطريقة غير شرية الحكومة ليبيا في الطريقة اللي قناه إلا أنا غير الطريقة آخر يعني كنا نحرب منهم حتى في مكان العمل يجوك إلا تسيب العمل يقولوا أنت طوالي شنون تكون أنت راكد تركض كنت في ليبيا مشويت سجنوني شهرين محفوظ شهرين سبب السبب الذي مافيا قربونا وقالوا يدوروا مننا يعني ثلاثة ألف ليبيا من هناك شفنا الوضع مش آم أتينا إلى الجزائر نعم الجزائر تقريبا ستة شهور أو سبعة شهور وهناك أيضا الجزائر كمان أسعب من كل جزائر لأنك إذا بشرتك السود هذا مشكلة 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 بالزعب في الحدود الجزائري أيضا برضو حدود الجزائري النجرية واجهتنا برضو ومشاكل كثيرة مع أسنا دقولي وردوني أيضا النجر ردوني طبعا هناك لما الحكومة الجزائرية تمسكت أو تشدك بكلامهم بترجعك في مسافة أنه مسافة تقريبا خمس وخمسين كيلومتر أنت بتقطاع بقرات مشينا للأقدام قداري جزائر تقريبا شهر برضو كان يعني شغل إياه مخيفة كان الحكومة أنه التنزهون يتردونه من الجبال من الجبال نوم في الغابات مع البرد والأمطار ونزل فينا الجليد يعني ضغنا اليهانة تماما روجي من السودان حتى للمغرب قرابة السنة كانت المعيشة في المغرب صعبة لدرجة أنه النوم في الشوارع المعكلة صعبة برهت ونوم في الشوارع شغل ما فيه مقاربة ما يخلوك تشتقل معهم أنصريين في المغرب أيضاً حياته كان صعبة لا يقد أمل لا يقد أماكن للسكن كان صعبة شوية يعني كنا بالنوم بالشوارع يعني الحكومة مش مريحانة طبيب؟ لا ما ندير الشرحات هنا حتى زباط حوية ما ندير يعني ما يلي طريق يعني المغرب كان ومتبه طلب اللجوع ما يجيك جواب حتى لا يجيك تلفونه نعم تلقت كلما رحت إلى الهدود يتم ترهيلي إلى مكان مختلف كانت أبرنا على مليليا وكان قطعنا سلك الإسباني لكن لم تطعنا كانوا دقل علينا الحكومة المغربية وكانوا أصحابنا كانوا مدربين ودونا إلى سجن القرية نعم كنت مزجون وكانوا 10-12 أيام بعض كنا مدربين حتى واحد مفلوق حتى يدينك مقصور حتى رجلينك حتى ما يؤدون المستشفى لأن واحدين قادوا 23 و 20 يومة واحدين قادوا 20 يومة في أصحابنا كانوا يتوفوه وبعدها لم يؤدون المستشفى عاولته قرابة الستة مرة في المرة الأربعة طبعاً عادت نيس شرطة المقربية في المرة الخامسة والثالثة عادت نيس شرطة الإسبانية طبعاً الإسبان لا ضربوني ولا عزبوني لكن المقارب عندما أردوني لهم قاموا بالضربة وحبس وحبس لمدة ثلاثة أيام ثم نقلوني لمنطقة ثم الشيشاو أدود بين الجزائر والمغرق نعم أنا كنت دائر بلد آمنة وطبعاً دائر بلد آمنة ولديها حكومة وستطيع أن يحافظني أن أجلس إليها لكن المغرب ليس بلد آمنة ترجمة نانسي قنقر